الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اتصالا بنظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان لحث إيران وحلفائها على وقف ما سمته أعمالا مزعزعة للاستقرار في المنطقة وأكدت كولونا وفقا بيانا نشرة على منصة X أنها وجهت لنظيرها الإيرانية رسالة واضحة للغاية مفادها أن خطر اندلاع نزاع نقليمي بات كبيرا وأن على طهران وحلفائها أن يوقفوا على الفور أعمالهم المزعزعة للاستقرار لأن أحدا لن يستفيد من التصعيد على حد